الحدث الأهم مبارح مباراة الزمالك اللي تود بالكونفيدرالية الأفريقية للمرة التانية في تاريخه بعد ما فاز على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 وده كان في مباراة الإياب نهائي البطولة على استاد القاهرة وطبعا كان مستفيد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض وده بعد الخسارة في لقاء الزهاب بنتيجة 2-1 في المغربي خلينا نتعرف على تفاصيل المباراة اللي يمكن أجبعت الجماهير المصرية وشفنا نبرح فيها حالة من الفرحة الكبيرة بفوز الملكي أو نادي الزمالك على فريق ناضد بركان ضيفنا لما وراء نهارته في سوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ إيهاب النحاس النقد الرياضي نتعرف منه على تفاصيل المباراة وتفاصيل الفوز وكيفية أيضا الصعود في المباراة القادمة برحب بيك يا فندم وأهلا بيك في السوديو صباح الخير صباح الخير براحب بيك يا أصني مصطفى صباح الخير صباح الخير سلام يولا صباح الخير شفت إزاي المباراة شفت إزاي الأداء بتاع النادي الزمالك هل كان متوقع ولا كان ممكن يقدم أداء أفضل من كدة مباراة النحية دايما بتكسب ولا تلعب ونادي الزمالك نبالح كان يعتبر الشرط الثاني من مطشن نحائي ونادي الزمالك كان الشرط الأولاني كان في المغرب وفيه أرقام فصلة كانت الناس لازم تحقطوها في قدامها الديئة 46 في المطش الأولاني أو تقدر تقول الديئة الأولى من الشرط التاني الهدف اللي أحرزه سيف الدين الجزيري كان نقطة فاصلة ده اللي خلى نادي الزمالك يبقى ليه عامل تفوق في المباراة امبارح لو ما كانش نادي الزمالك أعرز الهدف ده كان ممكن تبقى همميته امبارح كانت تبقى صعبة شوية فبالتالي نقف عن الديئة 46 في المطش الأولاني والاستحواز الكامل لنادي الزمالك في الشرط التاني هناك ادقل يا حيال اللعيبة اللعيبة حست انها تقدر تكسب فريق نهضة بركان خلاص هم عارفين ان هم كعبوهم علي على الفريق وكلنك على فكرة كمصريين سواء زملكوية اهلوية كله قالك ان الزمالك مهمته سهلة في القاهرة لان فعلا فريق نهضة بركان فريق كويس فريق بيعرف يدافع بيجروا في الملعب بشكل عشوائي نوعا ما لكن مش فريق منظم ما يقلقش المشهد التاني او الرقم التاني اللي نقف قدام هو دقيقة 23 في مدشن بارح نادي الزمالك ابتدى المباراة ضاغط على فريق نهضة بركان بهدف ان هو يحرز الهدف الاول اللي رايح الاول الفريق وفعلا احمد حمدي جاب الهدف في الدقيقة 23 الرقمين دول يا سيد مصطفى رقمين مهمين جدا نخلي بالك في فوز نادي الزمالك بالبطولة لازم كل واحد زمالكاو يعرف ان الدقيقة 46 والدقيقة 23 مهمين في تاريخ الفريق في الفترة او في البطولة بواجه عام جميز المطش الاولاني هو لعب بتشكيل كان فيه اكين ولا بس ناحية الجزء اللي من ناحية الشمال هو غير ولعب بالنضاي هو كان عايز يعمل جابها من احمد فتوح والنضاي بحيث ان هو يقدر يضغط على مفاتيح لعب فريق نهضة بركانه ووقف الجابها اليومنا عنده وهو نجح في ده خلي بالك بس هو طبعا الاداء مش عاجب الجمهور خلي بالك وطبيعي جدا مطش نهائي بتقولت جملة مهمة النهائيات مبقاش فيها لعب بيبقى فيها اجوان اعايز تكسب وعايز تقرب وحتى هو لما تراجع بعد الهدف الاول كان كل الناس كانت قلقانة مفيش فنيات بتبقى لا وكان كل الزمالكوية قلقانين خلي بالك بطريقة غريبة يعني انا مبارع كنت موجود في الستاد كان في حالة قلق بس كان في حالة تشجيع جراع دي وخلنا نقف عند النقطة دي مهمة برضو خلي بالك مبارح كان موجود في الملعب مالا يقل حوالي عن ستين او سبعين الف وكان في بره ستين او سبعين الف غيرهم عايزين يخشوا فدي زاهرة بصراحة غريبة الناس مقبلة بشكل غريب على الممتشاط اللي بتلعب فيه الستاد وبتلعب يعني بوقت الزمالك والاقل مورة الافرقية تحديدا فده برضو يفتح نفسنا فترة اللي جاية ان احنا نناشد المسئولين انهم يفتح المدرج وده خلاص يعني مفروض هو نتنفس دلوقتي نرجع للمتش المتش برضو كان فيه نقطة فاصيلة تانية في المباراة زي اصابة احمد حمدي يعني برضو الاول طمنا على احمد حمدي احنا نشوفنا مبارح بيعرج وخرج من المباراة ورقبته مفروض هيعمل اشياء على النهاردة وعلى اشياء ده هيتحدد عنده ايه بس يعني ان شاء الله مطمئنة يعني وضعية معروفة دايما الاصابات في الجزء ده بتبقى مقلقة شوية يعني مش عايزين نفاول عليه يعني ربنا يشفيه ويعفيه بس استنى الاشياء تقول بس اللي عنده كان برضو خروجه برضو كان كان عامل فارق مع نادي الزمالك لان البديل يوسف اوباما ما بيشاركش باستمرار فبالتالي انت جبت اوباما زي بيقوله متضار للنار انهم بيشاركش كمان مع الفريق كاساسي فيه مباراة الدوري بس هو اوباما قبل بلقى حسن برضو مبارح وعمل الدور اللي كان مطلوب منه في المطش لكن اجمالا لا احنا طبعا بنقول نادي الزمالك برافو نشكر مجلس دورة نادي الزمالك لانه هو استطاع او اوفى يعني وعد واوفى هو جنب شهر عشرة وقال لك احنا ان شاء الله بإذن الله هنحقق بطول النادي الزمالك لما رفعوا القيد طبعا فتحوا القيد لنادي الزمالك وقدروا حلوا بعض المشاكل رغم نبقى القفل تاني بس مش مشكلة لكن هم وعدوا في اوفى بس في كلام كتير عن في بوادر امل لطيفة ان شاء الله الفترة الجاية ان الوضع قد يختلف للافضل بكتير في كتير من المشاكلات هتكون بتتحل يعني اعتقد انه مع الدعم الكبير جدا اللي موجود من جماهير الزمالك الوضع هيختلف في فترة الجاية بصي او انت عايز اقولك على حاجة من الظواهر الغريبة جدا ان انت مثلا انا مجلس دورة نادي الزمالك جاية هيحل مشكلة شيكابالا مع نادي سبورتنجليشبونة 2015 هيحلها في عشرين اربعة وعشرين طيب متخيلة المسافة قدية طب مين في الفترة دي محلش ليه محدش حاول يحل ليه محدش قدر يتفاوض في الفترة دي ليه وصلنا الغرامة او وصلنا بقيمة الرقم كبير اوي كده بفوائده لكن اكيد اكيد المشاكل الادارية دي مشاكل الادارية خلي بالك هتحل اكيد بس طبعا بتكلف خزينة النادي مبلغ لانه هو النهاردة النادي مثلا هياخد في البطولة مكسب 2 مليون دولار هيروح اتفال 2 مليون دولار لبطيب او لغرامة بطيب معقولة ولا يستخدمها ان هو يجيب صفقات جديدة ينعش الخزينة النادي بارقام اكيد لا اكيد لا طبعا يعني مشاكل الادارية سهلة حلها بس عايز تحلف وقتها ما تبقاش وقت للوقت طويل يعني خلينا نرجع لمباراة التغييرات اللي ام بيها جوميز كانت مؤثرة تقييمة لها بشكل عام هي تغييرات الضررية يعني ما خلينا نتفق على حاجة هو رسم سنايرو المطش بتشكيل معين مش هيغيره وهيفضل مكمل بيه لأطول وقت ممكن عشان يوصل لبرى الامان فوجئ ان احمد حمدي قصيد فطبيعي انه هيعمل ايه هيدور على البديل في المكان عشان يلعب في الحتة بتاعت عشرة منكز عشرة قصانع لعب مفيش قدامه غير اوباما اضطر ينزل اوباما وادى له واجبات تانية مختلفة عن الواجبات اللي مفروح كان ياخدها لانه كان معتمد انه مثلا ممكن انا بقول ممكن وليس اكيد انه اوباما ينزل اخر ربع ساعة اخر تلت ساعة بقى فيه استحواز على الكورة اكتشف انه يجب ان ازله بدري التغيير التغييرات بيتي التغييرات هي تغييرات تبقى للسياق المطش يعني هو عمل تغييرات تبقى للسياق المطش لان خلي بالك برضو انا ارجع اقول لك تايا انا وستاذ مصطفى ان نهضة بير كان فريق مش مرعب فريق ما يخوفش فريق عادي نسق اللعب ازا بيقولوا كده طلوعهم بالكورة من تحت الحد الفوق مفيش فيها ابداع هو يمكن بس ان فيه اه في خط النص عندهم البحيري عندهم كامل عيب كويس كده بس برضو فرقة يعني مش قوية وفيه حاجة ان ستقول لك ان الديها 53 هي افضل دقيقة او افضل لقطة في تاريخ البطول او فيه بطولة 24 لقطة البحيري لما شال دونجا دونجا كان هيقع خافيه على راسه عمله كبري اه هو عمله كبري فيه كده دا عبير داريج في الكورة عمله كبري فدونجا كان هيقع على راسه او على كتفه فهو خوفا عليه راح تسند ومسكه بحركة شكلها كده يعني حتى المعلق قالك دي حركة جودو لكن هو بصراحة خاف عليه دي يعني شابول البحيري بصراحة دي حركة اعتقد انها ممكن تكون لقطة مباراة لان حركة زي دي كانت ممكن تؤثر الاصابة كانت ممكن تبقى اصابة صعبة جدا واحنا شفنا كتير من الاصابات اللي بتبقى بالذات اصابات الرأس دي ممكن تؤثر على الجسم كله وكمان فكرة ان التنافس ما اصرش على الروح الانسانية وعلى الروح الرياضية اللي موجودة اعتقد ده كان واحد من المشاهد المفروض تتبروز جدا مباراة دي لقطة بطولة مش لقطة مباراة بصراحة افضل لقطة في البطولة الغدل وقتي بصراحة بقى امانة وانا بصراحة مشفتاش بالي فترة كبيرة يعني متفرج على ماتشاد كورة بالي فترة كبيرة جدا مشفتش الروح الطيبة المحترمة الرياضية او يعني حسيت كده اللي بحيري يعني حسيت انه زي ملكاو في التوقيت ده تحديدا انا استغرطت بصراحة لقطة عادية بأمانة بصراحة حس وإتقان ومجهود إنسانية غير عادية يمكن حقيقي إنسانية واضحة ويمكن سرعة بديها ورد فعل كمان بصي أنا عايز أقولك أن حتى اللي بحيري حتى جسمه أصغر بكتير من دونجة وأرفع بكتير بس بصي لقطة بصراحة لأنازل نوفق قدامها كتير أفضل روح رياضية ممكن نشوفها من اللعب زي اللي بحيري اللي هو لعب نعدة بركان بصراحة الأخلاق هي اللي بتفضل البطولات بتروح وتيجي والأرقام بتروح وتيجي والمباريات ما فيش أكتر منها لكن الأخلاق هي اللي بتفضل عالقة في الأزهان هي الرياضة بواكح عام بدايتها كأيه أصلا لما بدأوا الرياضة كان مجرد تنافس شريف كون إنها دخلت مرحلة صناعة على الفترة اللي فاتت دي وابتدأ يخش فيها روس أموال كبيرة وابتدأ يبقى فيها استثمار كبير لكن في الأول وفي الآخر الرياضة غارضها الأول والأخير هو الأولمبياد أو مثق الأولمبياد لحد ما احنا موجودين النهاردة مبارح اللعيبة كانوا مموتين نفسهم في الملعب زي ما بيتقال وكان سنتهم قوي الجمهور اللي كانوا مموتين نفسهم في التشجيع جينا على الأواخر كانت لعيبة فعلا يعني بتوصل الجنب بس خلاص فعلا تعبانة وفعلا مرهقة وفعلا حمل كبير كان ممكن النتيجة تختلف لو نهضة بركان تمسكوا أكتر أو كانوا أكتر تنظيما لو نهضة بركان كان عندهم عنصر أو اتنين أقوياء زي الأفرق المتمكنين باستمر في الأندية الشمال كان ممكن مبارح يحصل نتيجة لقدر الله تزعل جمهور نادي الزمالك وجمهور زعلنا بصراحة إن فعلا هم فريق ما بيش قادر يوصل لحد الجمهور لكن لو عندهم طبعا ده شيء طبيعي وكان وارد وخلي بالك وولك على حاجة وإحنا خلينا نتفق برضو مباراة الدوري والضغط على مباراة الدوري وكوالة اللعيب المصري ومش اللي هو يقدر يبقى عنده استمرارية يلعب مطش كل يومين ثلاثة وده معروف بس الجمهور اللي خلص التذاكر بعد أقل من ربع ساعة هو اللي كان موجوده وبيحمس أعتقد أنه ما كانش سايب مجال لأنه يبقى فيه نتيجة تانية غير كده أنا هقولك تصريح أو هقولك كلمة الفريق دوت بتانادي الزمالك ده أضعف كوالة لعيبة في تاريخ نادي الزمالك تقريبا يعني ككوالة لعيبة خبرات وسن خلي بالك اللي عملوه ده إعجاز الأسماء اللي كانوا بتلعب مبارح في المطش لو بصيتي عليهم هتليهم مفهمش حد ممكن تقولي ده لعيب سوبر قوي غير زيزو طبعا من نادي الزمالك وممكن فتوح لأنه منه مش في حالته لكن لو بصيتي إجمالا اللي بقيت اللعيبة آه في لعيبة كويسة بس كالس كبرو والباقي كله شباب صغير وفي لعيبة يعني مشكورة زي عمر جابر زي الناس دي لكن كإجمالا لو جيتي بصيت النسخة ساسي وطريق حامد وبين شرقي لا بعيد خالص بعيد فاللعيبة دي إيه اللي كانت سنده مش برضو الجمهور طبعا الجمهور طبعا طبعا جمهور أكوالة اللعيبة أنا عايز أتكلم على الجمهور الجمهور القاعد من الساعة من الظهرة اللي بنواجهله طحية كبيرة وعظيمة لإصراره وحماسه ووقوفه جنب آآ آآ نادي الزمالك كنت مبارح قلت لي إنك كنت في المباراة كلمنا عن مشاهداتك عن جمهورنا الزمالك زي كان موحد صفوفه زي كان بيشجع زي كان بيدعم فريقه بص أولا المتوسط الأعمار مبارح كان مدهش كان مدهش بدءا مثلا بتتكلم من سن 16 سنة الغلبية العظمى يعني أيه لحد مثلا أواخر التلاتينات يعني تقدر طول شريحة ما شافتش أمجاد نادي الزمالك ولا شافت لعبة نادي الزمالك اللي عمله تاريخ كبير النادي الزمالك في فترة الستينات والسبعينات والثمينات وأول التسعينات مثلا وبداية الألفنات وده كان غريب ومستقرب بالنسبة ده طبعا غريب جدا يعني الناس كنت معتقد إن اللي حييجو هم الجيل اللي فوق الخمسة وتلاتين آآ وأولادهم وأولادهم كان غالب أوى على المدرك آآ بشكل بصراحة يعني كان ملفت للنظر بصراحة بأمانة شديدة يعني آآ يعني كان في كويس جدا نعرف نشوف ده هو كان فيه بصراحة مبرح كان فيه آآ بنات وسيدات وبصراحة وكانوا جايين وفي قابها صورة وفي أحلى شكل بتشيرت الأبيض الجميل طبعا بتاع نادي الزمالك المعروف ومشهور بنادي الزمالك وتحس نبارح إن المدرك كله أبيض طبعا كان فيه فنانين كتير مبارح موجودين وكان فيه جم مجتمع وكان فيه ناس برضو كان مشهد برضو كان ملحوص أبراجهم تفتكر حد يعني كان مبارح الملحن عزيز الشفعي كان موجود كان فيه هنادي مهانة مثلا كانت واخد لقطة مبارح حلوة في المدرك بصراحة يعني لا كان فيه كان فيه زمالكويه كتير مبارح موجودين يعني بصراحة حلوة ومبارح كان فيه تصراحات كتير لنجوم زمالكوية أكتر كتير يعني المباريح سماعي احنا النجم أحمد السقم باريح كان بيتكلم في كان طلع وكان بيتكلم وكان بيتكلم بنقد رياضي حلو يعني بصراحة استمتعنا يعني حتى بي حتى يعني كان شاف المواطش الحاجة برضو المهمة اللي كنت عايزة أقولها برضو اني نادي الزمالك الفترة الجاية فنيا محتاج يدعم بصفقات كتيرة بصراحة يعني خلينا برضو احنا لقى فرحانين مبسوطين لنادي الزمالك كلنا كمصريين لكن نادي الزمالك علشان يرضي جمهوره محتاج يدعم صوف أكتر من المركز بصراحة يعني محتاج 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 فأكتر من المركز صفقات طبعا محتاج صفقات طبعا 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 بمناعة من لين نتكلم عن الروح الحلوة واحد من الحاجات اللطيفة جدا التهنئة اللي قدمها النادي الأهلي مبارح لنادي الزمالك دي كانت حاجة قد ايه برزة وجميلة ومنورة في اليوم برح ما احنا قلنا احنا في الأول وفي الآخر بنتناغم ونتقارب كمصريين مع بعض ومنلاقي دايما اي فرصة ان احنا نقرب من بعض مش نبعد عن بعض ونتنافر هبلاقي فرصة حسن مننا هني أخويا أو صاحبي أو زميلي أو جاري بمناسبة حلوة مفيش حسن من كده نادي الأهلي ونادي الزمالك أخين شققين كبار في الكرة المصرية والأفراقية والوطن العربي وده الطبيعي خلابالك والمعتاد ولازم ان المطش الجاي يبقى فيه مؤاظرة من نادي الزمالك للنادي الأهلي ده شيء طبيعي انا مبارح قابلت ناس كتيرة جدا اهلوية كانوا فرحانين بصحابهم زميلي ان هم فرحوا كان فيه صحيح تهريجه او انتوا خلاص فرحتوا اخيرا مش عارف ايه بسه برضو كانوا فرحان لهم في إطار الهزار ده شيء مقبول جدا ما كل الاصحاب بتهذر وكل الناس بتهذر واحنا كمصريين مشهورة عننا خفة الدم والهزار لكن خلينا نتكلم عن ارقام نادي الزمالك نقدر نقول ان الزمالك بالحصول على لقب مبارح يكون كده وصل لعدد بطولات ليفربول وبايرن ميونيخ ب14 لقب شايف ده بيعمل ايه عبق على الزمالك ولا حاسس انه هو حيبقى عنده ضغوط الفترة القادمة للحفاظ على الالقاب بالعكس وانه يزودها ولا ده ممكن يخليه عنده حماس اكتر ويكون عنده قدرة اكتر على المنفسة وعايز يقدم اكتر ده موضوع البطولات على مستوى العالم كله مش على مستوى بس مصر ده بيثري من القيمة الفنية والمدالي الفريق طبعا انا النهاردة كمعلن القيمة السوقية هتعطى طبعا انا النهاردة كمعلن لما بروح عايز اعمل اعلان او عايز استثمر فلوسيا استثمرها في نادي عنده بطولات وعنده اسم كبير فنادي الزمالك النهاردة لما يوصل الى 14 بطولة ويبقى مثاوي الوفربول او الاندال العالمية ديت فهو بيثرق قيمة نادي الزمالك في افريقيا بواجهة عام ولازم ادارة نادي الزمالك تستغل ده النهاردة نواخد كونفدرالية ابتدى ادور نادي على معلين جداد ابتدى ادور نادي على مداخيل جديدة تخش للفريق وابتدي كمان اسوأ لاسم النادي في افريقيا اكتر او في الوطن العربي اكتر فطبعا دي حاجة عظيمة وحاجة مميزة منهم وانا بقولك والله اللي عملوه مبالح لعيبة نادي الزمالك واللي عمل مجلس لقدارة نادي الزمالك الفترة الصغيرة دي نقول اعجاز في ظل الظروف الرهنة اعجاز في ظل الظروف الرهنة لو جينا قارننا بين نادي الزمالك وبين النادي الاهلي كاستقرار النادي الاهلي ونجمية اللعيبة اللي مجد النادي الاهلي وكوالة اللعيبة اللي أقل اللعيب فيهم لعب بطولة واثنين ونهاية وثلاثة لا العمل نادي الزمالك ده مبارح برافو بجد صحيح على هيا حال احنا في النهاية بنحتفل وبنقول الكونفادرالة الافريقية مصرية يا رب نشوف ايضا السوبر مصري ان شاء الله و نستنين ان شاء الله كمان الدوري الابطال يبقى ان شاء الله اهلاوي يعني انا متوقع ان شاء الله مشيقة ربيرها بنسبة كبيرة برضو ان شاء الله النادي الاهلي هياخذ البطولة بكل سهولة يقدروا ياخدوها يخلي بالا واحنا أسياد أفريقيا مصر هم أسياد أفريقيا صحيح شكرا ليك النقد رياضي لأستاذ إهاب النحاس نورتنا وشرفتنا وكل التوفيق لنادي الزمالك وفي المباراة القديمة وايضا للنادي الاهلي في مباراة السوبر ونتمنى نشوف أداء مشرف ودايما يفضل أهم حاجة يعني عالم مصر موجود ده الأهم أنا اللي بشكركم ممسوط انه موجود معاك وطبعا في البرنامج العريق صباح الخير ومصر طبعا شكرا جزيلا نورتنا